احنا في ناس جانبها التوفيق خسارة لفوزية الشامي وعلا محمود وده كان في ربع نهائي زوجي طولة في البراليمبياد وإحنا كنا متوقعين نتيجة أحسن من كده تمام خلينا الأول قبل ما نبدأ أي حاجة نتفق أن أبطال البراليمبيين أيا كانت نتائجهم احنا فخورين بيهم وفخورين بأداءهم وجودهم في باريس ده في حد ذاته إنجاز لكن حيظلهم أبطال وبرضه بيشرفونه في المحافل الدولية والأفريقية يمكن فوزية شامي وعلا محمود كانت مباراتهم صعبة شوية كانوا بيواجهوا الزوجي البرازيلي يمكن الشت الأولاني ما كانش موافقين تماما كانت المباراة تقريبا وانسايد جييم للزوجي البرازيلي يمكن الشت التاني بدأ يدخله في المباراة أكتر شوية يبدأوا يعوضوا النتيجة يبدأوا يعوضوا الفارق لكن هي المباراة كانت صعبة عليهم طبعا إحنا كنا نفسي نتيجة أحسن لأن الفوز في مباراة ربع النهائي كانت تعني حصول على مداليا لأن اللي بيوصل لنص النهائي بيحصل على الأقل على المداليا برونزية لكن في الحقيقة هم المباراة كانت صعبة جدا عليهم وطبعا هم لسه قدامهم منافسات الفردي فردي السيدات بإذن الله هتبدأ بداية من بكرة فبإذن الله نتمنى لهم التوفيق ويعوضوا في المنافسات الجاية بإذن الله لدينا أيضا خالد رمضان وإسلام رسلان في توم لنهائي زوجي الطاولة في البراليبيات خصارة أيضا تعليقك تمام يمكن المباراة بتاعة خالد وإسلام ما كانتش بصعوبة مباراة زوجي السيدات يمكن المباراة كانت أسهل شوية فده كان خلى فيه تنفسية أكتر ويمكن كنا قريبين جدا من أننا نحصد على شوط واثنين كمان النتيجة دايما كانت 11-9-11-8 فكان الفروق متقربة جدا قدموا بصراحة مباراة قوية لكن برضو أنا مش عايز أصدر إحباط شوية للناس بخصوص البعثة المنصرية لأننا دايما في تنفسية طاولة متفوقين أكتر على الجانب الفردي مش الزوجي يمكن حتى الماداليات العالمية اللي احنا حصلناها وفي الماداليات الأولمبية أو البراليمبية اللي بنفس بيها دايما بتبقى عن طريق منافسات الفردي طبعا كلنا فاكرين كابتنا الكبير سامح عيد ماداليا برونزية في أولمبيات لندن ودي آخر ماداليا حصلنا عليها في تنفسية طاولة كانت على صعيد الفردي مش الزوجي يعني مش عايزين نصدر إحباط أكتر للناس لكن هم قدموا بصراحة مباراة قوية قدام الزوجي البولندي وكانوا برضو قريبين من هم يقللوا لنتيجة شوية وبالتوفيق لهم بإذن الله في نفسات الفردي القاضي في ألعاب بتبقى بتاعتنا يعني جودو التايكوندو البارا تايكوندو دي من الألعاب بتاعتنا توقعنا نحنا نبقى بالنافس على ميداليات وبتزير نفس بالفعل ولكن جينا عند الميدالية البرونزية وجاربنا التوفيق يعني إيه اللي حصل يمكن فعلا كان عندنا بطلتنا سالم علي كانت بتنافس على الميدالية البرونزية في البارا تايكوندو في وزن 52 الحقيقة قدمت بطولة كويسة جدا بدأت الأول في دور 16 قدام بطلة كينيا واكتسحتها 12-3 بعد كده وجهت بطلة منغوليا في ربع النهائي وكانت على بعد خطوة من نهاية توصل لنص النهائي لكن فرق تقريبا نقطتين هو اللي حسم المباراة لبطلة منغوليا فاتجهت سالمة أنها تلعب دور التردية وتنافس على الميدالية البرونزية رجعت تاني واستعادت سقطة في نفسها وفازت على بطلة كزاخستاني يمكن 8-1 وقدرت توصل للمباراة الأخيرة مباراة الميدالية البرونزية ومباراة الميدالية البرونزية كانت قصة وحكاية زي ما بيقولوا كانت هي بتلعب بطلة جورجيا وكانت متفوقة عليها والمباراة تهت في الآخر خالص 2-2 فلجأوا للجولة الزهبية اللي يجيب نقطة يكسب لكن المباراة انتهت برضو بالتعادل فتم اللجوء لترجيح التحكيم ترجيح التحكيم مش دايما بينصفنا يمكن عندنا قصتنا بطلتنا في الكاراتيجيانة فاروق في أولمبياد توكيو وحصل الترجيح لصالح اللعبة الأخرى يعني احنا دايما في الترجيح الحكام ما بينصفهناش قوي حظنا مش حلو معهم قوي يمكن ده حصل فعلا مع سالمة وللأسف الترجيح رح للعبة جورجيا وقسرة الميدالية البرونزية لكن هي بصراحة قدمت مباراة قوية جدا وبطولة عموما قوية جدا وبنتمللت توفيه بإذن الله لفترة القادمة سيد يوسف وهناق حماد في الدور الـ 32 من زوج المختلط تعليقك على قسرة يمكن هما لعبوا الزوج الفرنسي في تنس الطولة وكانوا برضو المباراة بتاعتهم إلى حد ما متقربة شوية النتيجة يمكن في الأخير خالص بتبقى سماعة 3-0 لكن الأشواط نفسها نتائج بتاعتهم متقربة جدا يمكن هناء هتلعب برضو فردي السيدات وسيد بإذن الله سيشارك في فردي الرجال وكلنا أمال على سيد يوسف بالذات لأنه هو نتائجه وتصنيفه بيقوله أن هو إن شاء الله يقدر يحقق مداليا براليمبية بإذن الله ويعيد تاريخ كابتن سامح عيد من تاني بصراحة سيد بقاله فترة متفوق جدا على نفسه بيقدم مباراة قوية جدا في البطولات الدولية والعالمية والأفريقية وهو بطل أفريقيا وحصل على كذا مداليا زهبية في بطولات دولية فطبعا بنتمنى له التوفيق في الفردي يمكن ما حلفهمش التوفيق في منافسات الزوجي زي ما ذكرنا لكن هو بإذن الله بإذن الله يقدر يحقق مداليا ويفرحنا بإذن الله أكيد عبد الرحمن محمود في دور 16 في الباراتايكوندو برضو متوفقش يمكن عبد الرحمن محمود كان مبارح بعد مباراة سلمة بيوم اللي حصل لسلمة كان قريب أنه يحصل لعبد الرحمن يمكن كانت مباراة برضو مرسونية شوية انتهت وقتها الأول ب16 خمسة لصاحب اللعب الجورجي وبعد كده قمنا بتقديم اعتراض من المدرب الخاص بنا دكتور إسماعيل مهران وكان فيه احتجاج على أن المفودية تحسب لنا نقطة الطاقم التحكيم قعد حوالي خمس دقايق أو بال ما يحسب النقطة لنا وتعدلنا 16-16 بالفعل ولجأنا للنقطة الذهبية وفضلنا برضو حوالي دقيقة بنلعب النقطة الذهبية للأسف عبد الرحمن يمكن كان مضغوط شوية أن هو يلجأ لترجيح التحكيمي زي ما حصل لسلمة فكان مستعجل على النقطة وكان عايز يخطف النقطة بأي طريقة لكن طبعا البطل الجورجي قدر ياخد نقطتين ويفوز بالمباراة وللأسف التاردية بتبدأ من ربع النهائي وده كان دور 16 فما كتوفقش أن هو يشارك في المنافسات التاردية لكن الحقيقة كان قريب جدا أن هو يكمل ويوصل بس بنتمنى له طبعا التوفيق في فترة القادمة بإذن الله